حدثت قصتنا في المدينة المنورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها بأربع سنين وكان أهل المدينة في ذلك الوقت يعانون من كساد التجارة وقلة الغذاء حتى جاع أكثر الناس قتادة يا زوجي الطيب ألا تسأل هؤلاء الناس أن يعطونا شيئا مما أعطاهم الله يا سهيلة إنهم مثلنا لا يملكون شيئا ولو كانوا يملكون طعاما لا اقتسموه معنا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أرى القدور تغلي فوق النار لا يوجد بها غير الحصى ها فهمت يشعلون النار ليقنعوا الأطفال بأن هناك طعاما يعد فيطمئنوا ويستطيعوا النوم على جوعهم الحمد لله على كل حال قتادة سمعت أن عمك رفاعة يملك طعاما كثيرا ويملك كذلك درعا من الحديد نعم أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الدرع من الغنائم أمام الناس جميعا أعرف قصة الدرع ما يعنيني الآن هو الطعام أخجل أن أطلب منه يا سهيدة كيف تخجل وهو عمك حسنا سأذهب إليه قبيل الفجر وأعرض الأمر بشكل لائق كأن أقول مثلا أريد أن أؤجر نفسي للعمل وسيفهم بالتأكيد أرجو ذلك يا قتادة تصبح على خير أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أشم رائحة لبن طازج وعسل أيضا هذه الروائح يا طلمة تأتي من بيت جارك اليهودي زيد أعوذ بالله من هجار السوء هذا يا إخوتي في الله دعونا من اغتياب الناس ولنتحدث في خير يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ما رأيكم في الحديث عن خروف مشوي؟ ألا تفكر إلا في الطعام يا أخي؟ ربما لهذا السبب اشتهر أخونا بشير بين الناس بكينية طعمة اسمعوا يا أحبتي في الله الجوع الذي نعاني منه هو امتحان من الله ليختبر إيماننا وعما قريب سنكون في خير إن شاء الله خير؟ أي خير يأتي؟ وسيد من سادات الخزرج مثلي لا يجد كسرة من خبز؟ أظن هذا هو المكان من هناك؟ السلام عليك يا أخي في الله يا طعمة ما الذي أتى بهذا الأوسي قتادة في هذا الوقت؟ لماذا جرى مني طعمة الخزرجي؟ ولم يرد علي السلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون انظر يا قتادة لقد تخبوا الحائط وسرقوا ثرواتي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إهدأ يا عمي سرقوا الدرع الغالية لا بد أن نسرق من أدائنا من الخزرج لا تفكر بهذه الطريقة يا عماه لقد ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا نحن قبيلة الأوس وبين الخزرج وأنقذنا من الفتنة ومن يكون السرق إذن؟ لو أبلغت عمي بما رأيت لأشعلت حربا بين الأوس والخزرج الأفضل أن أبلغ رسول الله إلى أين تذهب في مثل هذه الظروف يا قتادة؟ سأذهب إلى رسول الله لأبلغه بأمر مهم قد علم رسول الله أنني سارق الدرع هل أنت متأكد؟ أبلغه قتادة بعد أن رآني أحمل الجوال في الطريق لم نقل لك أن تسرق يا طعمة هذا خطأك أنت ليس هذا وقت اللوم أنتم أهلي وعشيرتي من الخزرج ويجب أن تحموني حتى إذا أخطأت معه حق ستعيرنا قبيلة الأوسي ما حيينة وما العمل؟ ادفر الدرع المسروقة في بيت جارك زيد اليهودي أحسنت يا مبشر سيتهم هو بالسرقة بدلا مني ها؟ ولكن ما العمل في قتادة الذي رآني في الطريق؟ نذهب إلى الرسول ونقول إننا رأينا زيدا يسرق هذا لن يحدث أبدا أتريدونني أن أكذب على رسول الله؟ إذا نلزم الصمت ولا تبلغ بما عرفت وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من المسلمين ليفتشوا بيت زيد ويبحثوا عن الدرع المسروقة لا تضيعوا وقتكم يا سادة أنا لم أسرق شيئا أعيد كل شيء مثل ما كان لا يوجد شيء في البيت لعله أخفى الدرع خارج البيت أمامكم جبال يثرب كلها فتشوها حجرا حجرا لماذا الأرض غير مستوية في هذا الموضع من الحديقة لا أدري هل عدم تسوية الأرض تهمة أخرى؟ هيا بنا نحفر في هذا المكان هناك آثر لدقيق منثور استمر في الحفر ها هو الجوال وبداخله الدرع لا أفهم شيئا كيف أتى إلى حديقتي؟ لماذا لم تخبرني بأنك سرقت الدرع يا زيد؟ اسموتي أياتها الحمقاء إنها تمزح آه أردت أن تستأثر بثمنه وحدك أليس كذلك يا زيد؟ قلت اسموتي ألن تأكل شيئا؟ الحمد لله لا أشعر بالجوع إنه طعام حلال لقد أثمرت النخلة بفضل الله وجمعت لك منها هذا التمر الطيب كلي أنت بالهناء والشفاء لماذا تعذب نفسك باللوم والعتاب يا قتادة؟ أنت لم تقل إلا ما رأيت لقد رأيت بالفعل طعمة يحمل شؤالا على كتفه أو خيل لي أني رأيته ألست متأكدا مما رأيت؟ مدام الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدان زيد اليهودي وحكم عليه فإنني أصدق الرسول وأكذب عيني ما الذي يحزنك إذن؟ قول رسول الله لي أني اتهمت رجلا من المسلمين دون بينة أحسن الظن بالله ورسوله يا قتادة ولا تحمل نفسك فوق طاقتها وقبل أن يشرق فجر اليوم التالي أرسل الله تعالى الملك الأمين جبريل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه قرآن يبرئ زيد اليهودي ويكشف عن حقيقة السارق ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا من يصدق ما جرى؟ أخرجت الدرع بنفسي من حديقة زيد كنا على ضلال يا أخي كانت قلوبنا تتمنى أن نبرئ أخانا المسلم فلم نستمع لشكوى البريء نعم تحكم فينا الهوى فكان من السهل أن نضل لقد رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصعد فوق المنبر ليبرئ أمرا ليس من ديننا فإياكم والظلم ولا تتهم الناس بالباطل لقد صدق الله والدرع لله أشهد أنني سأبيع هذه الدرع وأهيب ثمنها لإطعام الناس زيد أما زلت غاضبا مني؟ لقد شككت أنني سارق يا رحيل سامحني يا زوج رأيت الجبال بعيني مدفونا في خضيقتنا أتظنينني أسرق؟ لماذا لا تجيبين؟ ليس هذا هو المهم وما هو المهم إذن؟ المهم هو هذا الدين العجيب الذي يهتم بتحقيق العدل ولو على حساب أتباعي لقد نزل قرآن لأجل تبرئتك وإدانة المسلم ألا تفكر في الأمر؟ ها؟ ماذا تقصدين؟ أعلن إسلامي؟ مستحيل سأظل في معاداتي لمحمد وأتباعه ما حويت وربي موسى وهارون إنما قاله محمد على منبر المسجد ونقله لنا الناس لا يجعلني في حيرة دعك من الحيرة واحضري لما تبقى من لبن وعسل فإن اتهامي بالسرقة قد جعلني أشعر بالجوع إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون قلت لكم إن الكاذب يهلك صاحبه كيف بكم وقد كذبتم على رسول الله؟ سنبكي بين يديه صلى الله عليه وسلم ونتوسى لأن يسامحنا كنا نقصد أن نحمي سمعة العائلة ونمنع الفضيحة ونطفئ نار الفتنة بين الأوس والخزرج ها قد علم الناس بالحقيقة أن المسروقة من الأوس والسارقة من الخزرج ولم تشعل النار ولم تقم الحرب كما تدعون العدل وحده هو الذي يطفئ نار الفتنة لست أفضل منكم حالاً لقد كنت كالشيطان الأخرص صحيح أنني لم أكذب في حضرة رسول الله لكنني كتمت عنه شهادة الحق يا ويلنا مما فعلنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون كانت بلقيس أميرة في مملكة سبأ وعاش أهل سبأ في رخاء لم يروه من قبل ما رأيك يا مولاتي؟ رائع هذا ما كنت أريده بالضبط لقد تكلف العرش ثروة طائلة واستغرق أعواماً في بنائه لكنه أعجوبة تستحق التعب جهد عظيم يا رشيد الشعب كله ينتظر عند معبد الشمس لنحتفل بعيد جلوسك على عرش البلاد هل قمتم بتوزيع الحلوى والملابس الجديدة على الفقراء؟ لم يعد في مملكتنا فقير يا مولاتي بسبب تقدمنا وحكمتنا المستمدة منك بل بسبب تشاورنا في كل أمر واختيارنا للرأي الأصوض فرحة اليوم تفوق الجميع وسأسجد للشمس حتى تغيب احتفالاً لمولاتي العظيمة ها هي الشمس تتوسط السماء حالت لحظة السجود رأى هذا المشهد واحد من جنود نبي الله سليمان وطار الهدهد طار الهدهد من أرض سبأ إلى بيت المقدس ليبلغ نبي الله سليمان بما رأاه عنبر أين كن؟ هل لاحظ نبي الله غيابي؟ نعم وأقسم أن يذبحك لكني مظلوم كنت أؤدي عملي وأستطلع ما يجري تحت السماء الله الواسعة بل كنت تلهو وتلعب أقسم أنني كنت في مهمة عمل خطيرة وقد أحط بما لم يحط به سليمان وجيته من سبأ بنبأ يقين يا ويلي نسيت أن أخبرك يا عمبر نبي الله سليمان وضع ثلاثة احتمالات الذبح أو التعذيب والاحتمال الثالث أن تأتيه بأخبار مهمة وواضحة تبرر غيابك لماذا لم تخبرني منذ البداية؟ حمداً لله وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت أمرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ما هذا؟ صبيحة صبيحة أمرك يا مولاتي الملكة؟ ماذا حدث؟ من دخل غرفتي وأنا نائمة لا أحد يا مولاتي أقول لك هناك من دخل إلى غرفتي ووضع هذه الرسالة على سريره إلى جوار رأسي أقسم لك أنه لم يدخل مخلوق من الباب والرسالة؟ من أين جاءت؟ لا أدري استدعي جميع الحرس واستدعي القائد نامق فورا أريدهم في اجتماع عاجل لقد فتشنا القصر بعناية لم تدخل نملة دون علمنا والرسالة التي في يدي؟ كيف وصلت إلى مخدعي؟ هل يمكن أن تكون السيدة صبيحة هي من وضعتها؟ إن صبيحة مربية الخاصة ولن أسمح باتهامها بالخيانة لم أقصد ولكن الأمر محير من دخل إلى مخدعي ليضع رسالة إلى جوار رأسي كان بإمكانه قتلي دون أن أشعر إذا كانت مولاتي ترى أني مقصر في عملي فالتقطع رقبتي فورا قضع رقبتك لن يحل اللوز أريد اجتماعا في الصباح الباكر مع مجلس الحكماء أمر مولاتي وضاعف الحراسة حول مخدعي وقاعة عرشي لقد ضاعفت الحراسة بالفعل فور سماعي بالخبر ما زلت أشعر بالخوف من صاحب هذه الرسالة ترى لماذا جمعتنا الملكة؟ ليس من عادتها استدعاؤنا في هذا الصباح الباكر اصبروا يا سادة ستعرفون كل شيء في حينه يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ألقى إليك كيف؟ وجدت الرسالة إلى جوار مخدعي ولا أدري كيف وصلت إلي ربما ألقيت بسهم من نافذة أو كوة مفتوحة في السقف هذه علامة على أننا مخترقون الأهم هو ما تحويه الرسالة ماذا تحوي يا مولاتي؟ نرجوك أن تقرأيه علينا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هل انتهت الرسالة؟ نعم ما رأيكم؟ سمعت بالملك سليمان يقولون إنه رجل قوي حكيم ولكني لم أسمع بربه الرحمن الرحيم ما رأيك كبير المهندسين؟ لا أدري ماذا أقول أيها الناس أفتوني في أمري تعرفون أنني لا أتخذ قرارا بمفردي مولاتي إن جيوشنا مستعدة للدفاع عن مملكة سبأ الغالية والموت دونها نحن لدينا قوة وعلم حديث وفائض كبير في الطعام والماء ونستطيع خوض الحرب متى أردتي الأمر في النهاية يرجع لك يا مولاتي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا فيها وجعلوا أعزة أهلها أذلة هذه عادتهم دائما ماذا تقترح مولاتي إذن؟ سأجرب الطرق السلمية حقنا للدماء وتجنيبا للناس لعويلة الحرب فأبعث لهم بهدية وأرى ماذا يكون ردهم لقد استخدمنا كمية كبيرة من الذهب المصهور لصنع صناديق الهدايا أرى يا مولاتي أن هذه تكلفة كبيرة للغاية يجب أن تكون الهدية قيمة ومبهيرة للملك سليمان هل لي أن أفهم الحكمة في ذلك؟ لو كان الملك سليمان عجلا قويا طامعا في الدنيا فسترضيه الهدية وتجعله يكف أذاه عنه ألا يمكن أن تزيد من أطماعه؟ إن شراء أصحاب الأطماع أمر سهل المشكلة لو كان صاحب مبدأ أو عقيدة ماذا سيفعل وقته؟ لن ترضيه هديتنا مهما بلغت قيمتها وسيزداد إصرارا على إخضاعنا لربه ولكني لا أظن أن هناك مخلوقا في الدنيا يستطيع مقاومة كل هذا القدر من الزهر هذا رأيي أنا أيضا أرجو أن يفكر الملك سليمان مثلكم لن أعيد توصيتكم نعرف مهمتنا جيدا يا مولاتي سأراقب أحوال مملكة سليمان خاصة في الزراعة والتجارة والصناعة وأنا سأتابع ما وصل إليه من نظريات علمية في الطب والهندسة ألم يكن من الأفضل أن يذهب معنا قائد حربي لاستطلاع أحوال جيوشهم؟ بالطبع لا نريد أن نؤكد له أننا دعاة سلام ولم نذهب للتجسس عليه فهمت يا مولاتي أظهر لهم الودة والمحبة والاستعداد لتعاون مشترك إذا ما طلبوا ذلك بكل تأكيد يا مولاتي اطمئني هيا ابدأوا التحرك ولترعاكم الشمس المقدسة وصل الرسل بالقيس إلى أرض نبي الله سليمان عليه السلام انظر يا عمار لم أرى حدائق بهذا الاتساع من قبل إن الفاكهة تسقط من تلقاء نفسها في داخل السلال كيف يحدث هذا؟ من يأمر الريحة بأن تهب في هذا الاتجاه وهذا التوقيت؟ تأمل تماثيل الزينة والنوافير في الطرقات إنها أجمل وأقيم بكثير من الهدية التي أحضرناها لملك البلاد قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها واجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون مولاي الملك سليمان تفضل هذه هدية من الملكة بلقيس ملكة سبأ قال لهم نبي الله سليمان ما هذا أتغرونني بالمال ليس هذا ما قصدناه يا مولاي إن مولاتي أرادت أن تطلعكم على تقدم فنون صناعة الحلي في سبأ قال لهم النبي لقد أتاني الله ثروة وملكا أعظم مما آتاكم ارجع إلى أرضكما وقول لمن يحكم أننا سنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها وسنخرجهم من الأرض أذلة أليست رحلة مولاتي إلى الملك سليمان تشكل خطرا عليها؟ على العقس يا قائد الحرس لم نر من الملك سليمان إلا المعاملة الكريمة ليت مولاتي تسمح لي بالسفر معها لحمايتها بل تتولى حماية البلاد يا نامق واحرص على حراسة عرش جيدا لن يستطيع الجيش بأكمله أن يحركه خطوة من مكانه يا مولاتي تصحبك السلامة يا مولاتي فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه استقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون كان نبي الله سليمان استعد لاستقبال ضيفته ليطلعها على ما أتاه الله من علم والسلطان لعل ذلك يخرجها من ظلمة عبادة الشمس إلى نور عبادة الله انظري يا مولاتي إلى التمثيل كأنها حقيقية والفاكات والأسماك إنها معجزة لا تشيري هكذا يا صبيحة ولا تبدي انبهارا بما ترين سأحاول يا مولاتي حدد الملك سليمان استقبالنا في قاعة أسماها قاعة العرش وصلنا يا مولاتي تفضلي بالدخول قال لها نبي الله سليمان أهكذا عرشك كأنه هو ولكن كيف جاء من سبع إلى هنا ومن حمله قال لها نبي الله سليمان لقد أوتينا العلم من قبلك لكن ما يميزنا هو الإيمان بالله إنما أوصلنا إلى ما نحن فيه من تطور ورقي هو اليقين بالله وإسلامنا نحن إلى أين نتجه الآن يا مولاتي؟ إن الملك سليمان الحكيم قد بنى لي صرحا لأرتاح فيه يا له من ملك كريم معظيم نداها نبي الله سليمان وطلب منها أن تدخل إلى الصرح ما هذا؟ إنه بحر لم ينظر نبي الله إلى المرأة وهي تكشف ساقيها وقال إنما هو صرح من الزجاج الشفاف النادر يخيل للناظر إليه أنه بحر أستغفر الله العظيم لقد ظلمت نفسي طويلا كنت أسجد لشمس وهي مخلوقة مثلي لن أسجد بعد اليوم إلا لمن خلقني أسلمت مع نبي الله سليمان لله رب العالمين فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين بعث سيدنا يونس عليه السلام نبيا في القرن الثامن قبل الميلاد ويعود نس سيدنا يونس عليه السلام إلى جده الأكبر بن يمين قال تعالى قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقد كان سيدنا يونس عليه السلام من أهل نينوة يونس بن متى ذنون نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعود نسبه إلى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ومن سلالة سام بن آشور هزموا جيوشا كثيرة وأسسوا إمبراطوريتهم وحضارتهم العظيمة وفي القرن الثامن قبل الميلاد حكم الآشوريين الملك سرجون الثاني وابنه الأمير الشاب سنحاريب اتخذ سنحاريب من مدينة نينوة في شمال العراق عاصمة جديدة لمملكة الآشوريين وبنا معبدا كبيرا لعبادة الإلهة عشتار فقد كان الآشوريون للأسف من عبدة الأصنام وافتتح سنحاريب مكتبة نينوة العظيمة ووضع فيها من المخططات كل ما جمعه من ثقافات الشعوب التي غزاها مع أبيه وكان من أبرزها مؤلفات حضارة البابليين أكبر أعداء الآشوريين في ذلك الزمان وأكثر ما اهتم به الملك سرجون هو قصره المهيب المشيد الذي بناه على ربوة بارزة في طرف المدينة ومهده بطريق الأسود الشهير فقد كان ابنه الأمير سنحاريب بقدر شراسته في الحروب يهوى صيد الأسود مولاي الأمير سنحاريب ماذا جاء بك يا وزير؟ أمر مهم يا مولاي ألا تعلم أنني في رحلة صيد؟ أعلم أعلم ذلك ولكن مولاي الملك سرجون اشتد عليه المرض في غيابك وألح علينا في لقائك إنه يخشى أن يرحل عن الدنيا دون وداعك أبي؟ قطع الأمير سنحاريب رحلة صيد الأسود وعاد مسرعا إلى نينوة ليطمئن على أبيه الملك سرجون ثاني وكما قال الوزير أزعيا كان يخشى الأمير أن يموت الملك الأب بدون أن يودعه بنفسه أبي أبي سنحاريب حمدا للرب بأنني رأيتك قبل الموت لن تموت يا أبي لن تموت لن تموت الموت نهاية محتومة إهدى يا بني واستمع جيدا إلى وصيتي وصيتك؟ نعم تعلم كم أحب نينوة المدينة التي بنيناها معا وأنا أيضا أحبها إذن قدم لي دليل حبك لها وما هو؟ أن تبقى فيها وتستكمل ما بدأناه من تعميرها ولا تتركها إلى غيرها من المدن تريدني أن أترك مدينة بابل بعد أن فتحناها وخلصناها من أيدي البابليين؟ لقد وليت عليها أخاك صاغور صاغور صغير يا أبي وليس لديه خبرة بالحكم والقتال وسيحتاج إلى دعمي لا يا سنحريب لا تترك نينوة من أجل بابل يا أبي لو تركنا صاغور وحيدا هناك سيطمع أطور ملك البابليين وسيعود إلى المدينة التي انتزعناها منه أخوك صاغور قادر على حماية بابل ونينوة عاصمة ملكنا الأبدي سأعود إلى نينوة يا أبي بعد أن أحمي بابل من أطور لن أفرط فيها أبدا لا لا يا سنحريب لا تترك نينوة من أجل بابل لا تترك نينوة نينوة أبي 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 وكان أهل نينوة يعبدون الإله عشتار وكان سيدنا يونس عليه السلام يتعبد بمفرده على أعلى الجبل وكان عليه السلام ربانيا يعبد الله الواحد وينتظر رسالة جديدة من السماء كان يدعو الله أن يبعث رسالة تشرق على الأرض وكان يدعو الله تعالى ويقول في دعائه إلهي وسيدي وخالقي انتشر الفساد وساد الظلم بين العباد والبلاد انحرف الناس عن الحق وأصبحنا بحاجة إلى تدخل السماء اللهم فيضا من نورك العظيم تضيء به قلوب المؤمنين كما أضأت الكون بنورك وحكمت الحياة بعدلك وحكمتك اللهم نصرا للمظلومين وهدى للحائرين وبعضا من قوتك للطائعين المستضعفين في هذه الأثناء كان نبي الله يونس عليه السلام يتلقى وحي السماء من سيدنا جبريل عليه السلام كان حريصا على حفظ تعاليم الدين الجديد الذي بعث به ليعيد الناس إلى طريق الحق والرشاد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وها هو متى والد سيدنا يونس استطأ عودة ابنه إلى البيت وصعد الجبل ليطمئن عليه يونس لك أيام تتعبد في محرابك ولا تأتينا في البيت إلا قليلا فماذا أصابك يا بني قال يونس عليه السلام والله يا أبي ما أصابني إلا الخير استفاني ربي من بين البشر وبعثني نبيا أحمل نور الإيمان سبحان الله والله كنت أشعر أن نبيا من نسل جدي يعقوب سيبعث في هذا الزمان ولم أدري أنه سيكون أنت يا بني قال يونس عليه السلام ادعو الله يا أبي أن يعينني على تحمل هذه المهمة الشاقة فليس أثقل على بني البشر الآن من أن تدعوهم إلى الهدى بعد الضلالة وإلى العزة بعد الهوان اطمئن يا بني مادم الله بعثك بالحق نبيا فهو يعلم أنك تقدر على تبعات الرسالة لمحالة سبحانه وتعالى أعلم أين يجعل رسالته فاستجاب الله لدعاء نبيه واهتزت السماء فكانت تلك الإشارة العظيمة لبعثة النبي يونس عليه السلام وكانت إشارة إلى دعاء قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد إلى عبادة دين العدل والإحسان والهدى وبعث يونس عليه السلام نبيا في هذه الأثناء كان سيدنا يونس عليه السلام في محرابه يتعبد إلى الله وما زال يتلقى منه تعاليم الدين الجديد الذي بعث به ابن يونس أكثر من ستة أيام وأنت في محرابك جئتك بطعام يكفيك أيام أخرى قال يونس عليه السلام شكرا يا أبي يبدو أنها آخر ليلة لي هنا على الجبل هل ستعود أخيرا إلى المنزل؟ قال يونس عليه السلام نعم يا أبي لقد بعثني الله إلى قومي في نينوة لأصرفهم عن عبادة الأصنام وأهديهم إلى عبادة الله الواحد الأحد أخشى عليك يا بني من بطشهم وهم أهل غلظة وظلم شديد قال يونس عليه السلام الله الذي بعثني إليهم قادر على أن يعصمني من أذاهم فنحن الأنبياء لا يسعنا إلا أن نلبي أمر الله تعالى وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناه الكتاب والحكم والنروة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكران العالمين وبدأ النبي يونس عليه السلام يدعو قومه فردا فردا لعبادة ربه تعالى وكان يعلم أفراد قومه أن الله تعالى هو خالق الكون وأنه الخالق الحق والشاف والرازق وأن لا يشرك به شيئا نهضت البقرة التي كانت مريضة وقال يونس عليه السلام لصاحبتها العدوز نيهار هنيئا لك شفاء بقرتك يا أمي كيف شفيت بهذه السرعة؟ ماذا فعلت لعلاجها؟ قال يونس عليه السلام لم أفعل شيئا فقد دعوت الله لها بالشفاء أنا أدعو الربة عشتار منذ أيام طويلة وظلت البقرة مريضة قال يونس عليه السلام أما أنا فلا أعبد عشتار لا تعبد عشتار؟ فأي رب تعبد إذن؟ قال يونس عليه السلام أنا أعبد رب الناس إله الناس إلها واحدا لا شريك له لا أفهم ما تقول قال يونس عليه السلام ربما تفهمين لاحقا أما الآن فأنا جئت متعبا من أطراف المدينة حيث أقيم مع أبي فهل تدلينني على مكان قريب أقيم فيه؟ إذا كنت ستبقى كثيرا بيننا فهندي في منزلي حجرة في الطابق العلوي يمكنني أن أؤجرها لك قال يونس عليه السلام حسنا وأنا قبلت مهما كانت قيمة الإيجار وأرجو أن تساعدينني في إيجاد عمل أتكسب منه طبعا أساعدك لقد علشت بقرتي سأعرفك بجار لي عنده أغنام كثيرة وكان يبحث عن شاب يرعاها له ما هذا؟ هل دخلت منزلا آخر غير منزلي العجوزي نهار؟ روبير أهلا يا ولدي أهلا يا عمه لأول مرة أرى منزلك بهذه النظافة والنظام هذا من فضل الربة يا بني تفضلي جئتك بطعام يكفيك عدة أيام أتعبت نفسك يا ولدي كان لابد أن أأتيك بهذا الطعام فأنا أعلم أن بكرتك مريضة فلا تأخذ منها لبنا ولا حتى تقطري على ذبحها ليستفيد من لحمها الحمد لله لقد علج البقرة وحلبتها وشربت اليوم من لبنه من الذي علج البقرة؟ الذي نظف ورتب المنزل أرديك أحد غير يرعا كواية لزيارتك؟ إنه شاب يدعى يونس بن ماتة يسكن في أطراف المدينة وكان يزورني على فترات ما إن أمسك البقرة ودعا بشفائها رأيتها تنهض وتشفى في ثوان معدودة كيف ذلك؟ وبماذا دعا؟ لم أسمع دعاءه جيدا نطق بكلمات لم أفهمها ظننت أنه يدعو الربة عشطار فقال لي أنه لم يعبدها في يوم من الأيام لا يعرف عشطار؟ فمن يعبد إذن؟ قال إنه يعبد إلها واحدا لا شرك له وسيحدثني عنه لاحقا إلها واحدا لا شرك له؟ أين هو هذا الشاب؟ أريد أن أتحدث إليه إنه في الجبل يرعى أغنام جاري بولان لقد طلب مني عملا يقتات منه أولم يقل لك لماذا جاء إلى نينوى؟ لا لم يقل حتى الآن إن كلامه قليل ويبدو أنه يحمل من الأسرار الكثير والكثير يونس بن متة علي أن أبحث عنه حتى أجده لا تتعب نفسك سيهود إلى هنا حتما لقد استأجر مني الغرفة العلوية حسنا يومي سأعود إليه أنا الآخر تعرف روبيل على النبي يونس بن متة عليه السلام وتناول معه الغداء ورأى من أدبه وحسن أخلاقه أكثر مما سمعه من العمة نيهار ثم واصل معه حديثه إلى بداية الليل حدثتني عنك العمة نيهار كثيرا قال يونس عليه السلام وحدثتني عنك كثيرا قالت إنك أكثر من يودعها ويهتم بها بعد وفاة زوجها أرى فيها أم راحلة وأراها قد ظلمت كثيرا وأحاول أن أساعدها في استرداد حقها قال يونس عليه السلام جزاك الله خيرا فكما تساعد الناس يساعدك الله تقصد الرب تعشتار؟ قال يونس أنا لا أعرف ربا بهذا الاسم ولا أعبد غير ربي لا إله إلا هو إلها واحدا ولا أشرك به أحدا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذا الكلام قالته الأميرة بلدة في حفل زفافها عندما رفضت أن تركع لصنم عشتار أنت يهودي مثلها؟ قال يونس عليه السلام لست يهودية وإن كنت حفيد بن يمين أخ يوسف عليه السلام بن يمين أخ يوسف لقد قرأت عنه كثيرا أأنت حفيده بحق؟ قال يونس عليه السلام نعم أنا من نسل بن يمين ولي الشرف كيف تكون حفيد بن يمين؟ ولست يهوديا مثله؟ قال يونس عليه السلام ضيع اليهود الأمانة انحرف معظمهم عن دينهم وحرفوا التوراة لمصالحهم الدنيوية أفسدوا في الأرض ظلموا وقتلوا وخانوا فكان لابد من نبي جديد يبعثه الله إلى الناس بدين جديد يهديهم ويعيدهم إلى طريقه المستقيم نبي جديد بدين جديد؟ أي نبي هذا؟ قال يونس عليه السلام أنا ذلك النبي أنت؟ قال يونس عليه السلام نعم أنا اصطفاني الله لهذه المهمة العظيمة اختارني لأحمل رسالة السماء إلى أهل نينوة فمن هو الله الواحد الذي تعبده؟ قال يونس عليه السلام الله الذي خلق الكون بكل ما فيه ثم خلق الإنسان فسخر له الكون بكل ما فيه وأمره أن يعمر الأرض ولا يهدب وأن يصلح فيها ولا يفسد ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وما هي رسالة السماء إلى أهل نينوة؟ قال يونس عليه السلام أن يعبد الله إلها واحدا لا يشرك به شيئا وأن يتركوا عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر وأن يعدلوا فلا يظلموا وأن يصدقوا فلا يكذبوا وأن يرحم قويهم ضعيفهم وأن يتصدق غنيهم على فقيرهم وأن يعفوا عن بعضهم حتى يعفوا الله عنه ولكن كيف يمتنع أهل نينوة عن عبادة الأصنام؟ كيف تركون دين آبائهم وأجدادهم؟ قال يونس عليه السلام لم تكن عبادة الأصنام دين آبائهم وأجدادهم إن أبانا الأول آدم عليه السلام قد جاء برسالة التوحيد التي بعثت أنا بها الآن ثم انحرف أحفاده عنها حتى ظهرت عبادة الأصنام ولو ظل الناس على دين آبائهم وأجدادهم ما تركوا التوحيد ولجأوا إلى الوثنية وما ظلموا وما كذبوا وما فسدوا وكيف أؤمن بإله لا أراه؟ قال يونس عليه السلام ولكنك ترى أدلة وجوده في كل الخلق من حولك قل لي هل تؤمن بأن داخل جسدك روحا هي التي تمنحك الحياة؟ فإذا فارقت جسدك فارقت أنت الحياة؟ نعم أؤمن يونس بن متى ادع لنا ربك لنأخذ حقنا من الملك وأمه قال يونس عليه السلام أيها الناس لقد جئت بدين جديد لا يرى الدعاء حلا أصيلا لكل المشاكل إنما نتوكل على الله فنأخذ بالأسباب ثم ندعوه بالتوفيق وأي أسباب تلك التي سنأخذ بها لنستعيد حقوقنا المسلوبة؟ قال يونس عليه السلام تلجأون إلى القضاء القضاء كلهم يخافون الملك ويفعلون ما يأمرهم به قال يونس عليه السلام ما ضاع حق وراءه مطالب وإذا صلحت الرعية صلح إمامهم اتركوا عبادة الأصنام وآمنوا بالله الواحد الأحد لا شريك له يغفر لكم ذنوبكم ويثبت أقدامكم وينصركم على القوم الظالمين أيها الناس فليعد كل منكم إلى بيته وإلا أمر الملك بحبسكم جميعا أنحبس لأننا نطالب بحقنا؟ إلى متى يستمر هذا الظلم؟ هل يرضي ذلك الربة عشطار؟ أما أنت يا يونس فجلالة الملك يحذرك بشدة لا تحرض الناس على معصيته قال يونس عليه السلام لا أحرض أحدا على معصية الملك لقد جاءون يستغيثون بي ويطلبون مساعدتي في استعادة حقوقهم ليس لهم أي حقوق قال يونس عليه السلام يعلم الملك جيدا ما للناس عنده وعند أبيه الملك الراحل أخبره بأن يتق الله في الرعية فهم يواجهون الآن خطر الموت جوعا ولو استمر الملك في ظلمهم لن يجد ما يبكون عليه وأخبره أيضا أن خطر الجد والجوع لن يفرق بين غني وفقير وحاكم ومحكوم وأن الصنم عشتار لن ينفع الناس في هذه الأخطار لا فائدة من هذا الكلام لقد أمر الملك سنحاريب بطردك من المدينة أمامك حتى صباح الغد فإن بقيت بعد ذلك حكمت على نفسك بالسجن أو الموت وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين يونس بن متى ظننتك غادرت نينوى قال يونس عليه السلام أغادرها الآن بأوامر منكم ما زلت أذكر صنيعك معي عندما دعوت لزوجة الأميرة بالشفاء فشفيت في الحال قال يونس عليه السلام هذا ما حملك على طرد من المدينة حملني على طرد كأن ألبت الناس علي وجرأتهم على طلب حقوق ليست لهم ورغم ذلك يمكنني أن أساعدك بشرط واحد أن تدعو الله أن ينزل علينا المطر فيرتفع منسوب الماء في النهر ونستطيع أن نسقي الزروع والمواشية والناس وننجو من خطر الجوع والهلاك قال يونس عليه السلام تريدني أن أدعو الله فأي إله تقصد الصنم الذي تعبدونه فلا يضر ولا ينفع أم الله الواحد الأحد الذي بعثني إليكم بالحق بشيرا بالخير في حال الإيمان ونذيرا بالشر في حال الكفر ادعو إلهك ولكنت على حق فيستجيب لك وينجينا من الهلاك قال يونس عليه السلام أهذا شرطك علي لأبقى في نينوه؟ نعم قال يونس عليه السلام فلنتعهد إذن أمام الله الذي تريدني أن أدعوه لينجيك وقومك من هلاك قريب على ما نتعهد قال يونس عليه السلام إذا دعوت الله فأنجاك وقومك تؤمن أنه لا إله إلا هو وأنني عبده ونبيه أتساومني على تغيير ديني؟ قال يونس عليه السلام لا والله أنت لست في حاجة إلى مساومتي فإذا رأيت بعينك أن ربي قد أنجاكم فسوف توقل من نفسك أنه الإله الحق وإذا آمنت أنت آمن قومك أجمعون وأصبح إيمانهم في ميزان حسناتك إلى يوم الدين أنت تطلب مني شيئا صعبا فليس أصعب على الإنسان من أن يغير دينه وعقائده قال يونس عليه السلام ليس أصعب على الإنسان من أن يعرف الحق ثم يحيد عنه ربما أندركم الله بالهلاك حتى ينجيكم من الكفر يونس بن متى أعاهدك على أن أؤمن بربك إلها وبك نبيا إذا دعوت ربك فأنزل علينا المطر وأنجانا من الهلاك وبعد أن عهد الملك سنحاريب النبي يونس عليه السلام على الإيمان بالله تعالى إذا دع الله وأنزل عليهم المطر ونجوا من الهلاك وقف يونس عليه السلام في أعلى الجبل ودعا ربه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا حنان يا منان يا رؤوف يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت يا رحمن يا رحيم يا كريم شيء عجيب لقد نزل المطر قال يونس عليه السلام الحمد لله رب العالمين لقد استجاب ربك لدعائك بسرعة لم أتصورها قال يونس عليه السلام وبقي أن تستجيب أنت أيها الملك وتؤمن بالله وحده لا شريك له وبأنني عبده ورسوله الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير واستمر النبي يونس عليه السلام بدعاء قومه فآمن عدد منهم واستمر بدعوة الملك سنحاريب إلى عبادة الله بعد أن حبس زوجته لأنها اتبعت ملة يونس عليه السلام ولكن الملك لم يستجب لدعوته فبدأ بقتل من آمن بدين يونس عليه السلام أو حبسه وقد رأى النبي يونس عليه السلام أن يخرج من هذه القرية الظالم ملكها يا نبي الله هل أنت مسافر؟ قال يونس عليه السلام نعم مسافر سأرحل عن هذه القرية الظالم أهلها وهل أذن الله لك بالخروج؟ قال يونس عليه السلام أشهد الله أنني ما قصرت في رسالتي ربما يكون في خروجي نجاة للآخرين مثل مليخة الذي قتل عندما آمن بي لن أنتظر حتى يقتل روبيل أو الأميرة جولدا أو تقتل أنت يا عمه أو نهرب معك مني نوى قال يونس عليه السلام ربما تستطيعون الهروب في وقت لاحق ولكنني قد ضقت ذرعا بهذا الملك الظالم وأمه وكبير كهنته سأرحل إلى بلد آخر يستقبل دعوتي بترحاب فينشرح لها صدره ويغمره نر الإيمان ولكنك توعدت الملك بعذاب أليم قال يونس عليه السلام ولم يأتبع لله حكمة في كل شيء أما أنا فراحل لا محالة في أمان الله يا نبي الله في أمان الله خرج النبي يونس عليه السلام باتجاه البحر فقد رأى أن يخرج من هذه القرية الظالم ملكها فواجد على الشاطئ سفينة تحمل الركاب والبضائع فطلب من ركابها أن يركب معهم قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون سارت السفينة في البحر وبدأت الرحلة رأى يونس أن بإمكانه مواصلة الدعوة إلى الله في بلد آخر ليس فيها الظلم والفساد والكفر الذي رآه في نينوى كان يشعر في داخله أنه ربما تعجل في الخروج من البلد قبل أن يأذن له ربه ولكنه خرج يائسا من إيمان أهل نينوى به وبدينه أمر الملك بإخراج زوجته من الحبس بعد أن خرج النبي يونس عليه السلام من نينوى وفجأة تأتي ريح عاصفة تدمر نينوى وعلم الناس أن العذاب واقع بهم بعد خروج النبي يونس لعدم إيمانهم بربه وعرف الناس حقيقة صدق دعوته أخبرني الحارس أنك أمرت بإخراجي من السجن نعم كرامة لوالدك وليس لأنني راض عنك ولأن يونس ابن متى قد رحل عن نينوى رحل يونس؟ نعم هرب منا بعد أن وعدنا بعذاب لم يأتي فكان ذلك دليلا على كذبه والله لم يكذب يونس قط بل فر منكم كما فر موسى من فرعون أما زلت تؤمنين به حتى بعد رحيله؟ آمنت برب يونس وقد رحل يونس وما زال الرب موجودا أين هذا الرب؟ لماذا لم ينص النبيه ويوقع علينا العذاب الذي توعدنا به؟ يا إلهي يا إلهي ما هذا الصوت؟ انظر إلى ذلك الدخان الذي ينبعث من السماء سنحاريب أدركني يا بني لا أقوى على هذا الدخان وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لم يعلم النبي يونس أن الله تعالى أنزل العذاب على أهل نينوى وفجأة في عرض البحر حدثت عاصفة عجيبة اهتز لها كل شيء فكانت الأمواج العالية تتلاطم والسفينة تهتز والأمطار تهطل بكثرة أيها الركاب العاصفة قوية والموج عال علينا أن ننجو بأنفسنا نجدف معا حتى نعود إلى الشاطئ فبقاؤنا في البحر فيه خطر كبير علينا هيا هيا نجدف معا كل منا يساهم في التجديف شارك الركاب جميعهم في التجديف بغية الرجوع إلى الشاطئ حتى لا تغرق به مستفينة في هذه الظروف الصعبة وقد ساهم معهم سيدنا يونس عليه السلام في التجديف هيا يا رجال هيا يا رجال يا رجال لنجدف بقوة أكبر هيا الرياح شديدة تدفعنا عكس اتجاه الشاطئ والأمواج عالية جدا أخشى أن لا نستطيع الوصول إلى الشاطئ ليس أمامنا حل آخر إنها مسألة حياة أو موت قال يونس لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نجنا من هذا الكرب العظيم أيها الرفاق لا فائدة من محاولات التجديف كلما جدفنا نحو الشاطئ جرفنا الموج إلى عرض البحر سنغرق جميعا لو بقينا على هذا الحال ليس أمامنا إلا أن نتخلص من كل البضائع والأمتعة ها نحن قد تخلصنا من كل البضائع والأمتعة وما زالت السفينة تهتز والخطر قائم ليس أمامنا الآن إلا أن نتخلص من أحد الركاب لتخفيف الحمولة وكيف نتخلص منه؟ نلقيه في البحر سيموت حتما يموت فرض واحد ليحيى بقية الركاب ومن هذا الذي سيضحي بنفسه من أجل الجميع؟ ليس أمامنا سوى الاستهام كل منا يكتب اسمه ثم نضع الأسماء في وعاء ثم نقترع فنختار سهما ومن تقع عليه القرعة نرميه في البحر يونس بن متة قال يونس عليه السلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنه العبد الصالح يونس كيف نلقيه في الماء؟ أكذا يغضب الله علينا فنغرق جميعا أجرى ركاب السفينة لاختيار مرة أخرى فوقع السهم على النبي يونس عليه السلام فقد كان الركاب يعرفون أنه صاحب صلاح وكرامات وخافوا من عقاب الله لهم فقرروا أن يعيدوا القرعة مرة ثالثة وللمرة الثالثة تكون القرعة من نصيب النبي يونس عليه السلام يونس بن متة شيء عجيب نستهم ثلاث مرات وفي كل مرة تكون القرعة من نصيب هذا العبد الصالح قال يونس عليه السلام لا والله لقد نفذ أمر الله الآن عرفت أنه سبحانه يعاقبني لخروج من نينوى بدون إذنه وإني لمستجيب لأمر الله أيها العبد الصالح لن يجرؤ أحد منا على إلقائك في البحر قل لنا ماذا نفعل قال يونس عليه السلام لا تفعلوا شيئا إنها إرادة الله وسألقي أنا بنفسي في البحر تلقي بنفسك في البحر قال يونس عليه السلام نعم وليفعل الله ما يشاء قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم وبقي أهل نينوى يدعون الله تعالى لينجيهم من العذاب الأليم قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين استجاب الله تعالى لدعاء أهل نينوى وأمن الملك سنحاريب برب يونس عليه السلام اللهم إني أشهد لك بأنني آمنت بك إلها واحدا لا شريك له وآمنت بيونس عبدك ونبيك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم اجعلنا أول أمة ترى العذاب فتؤمن قبل أن يصيبها اللهم أغثنا اللهم أغثنا أغثنا يا الله أغثنا يا الله اللهم أغثنا أغثنا يا رب الحمد لله الحمد لله لقد بدأ دخان في الاختفاء نعم يا غولدة نعم يبدو أن الله قد استجاب دعاءنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله لقد نجونا زادت الغمة زادت الغمة الحمد لله فقد استجاب الله لدعاء أهل نينوة فكان أول أمة ترى العذاب ثم لا يقع عليها بسبب إيمانهم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون هل ابتلعت نبيا؟ فسمع الحوت صوتا وكأنه وحي من السماء يقول نعم هو نبي يوم كامل ويونس في بطن الحوت والحوت يسبح في أعماق البحر ويونس عليه السلام يفكر في مصيره فيقول يا رب قضيت لي أن ألقي بنفسي من السفينة فظلنت أنك قضيت بموتي ثم بعثت إلي هذا الحوت ليبتل عني فشعرت أنك قضيت بنجاتي فكيف النجات وأنا في ظلمات ثلاث؟ إن كان هذا عقابك لي فأنا راض به أستحي أن أدعوك لتكشف بلائي ولكني أدعوك لتغفر لي نعم تسرعت في الخروج منين وبدون إذن منك ولكني يئست من إيمانهم بك وظلنت أني قادر على أن أبلغ رسالتك في قوم آخرين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ظل الحوت يغوص في عمق البحر ويتنقل بين المخلوقات البحرية بكل أنواعها فسمع يونس صوت تسبيحها لله تعالى الماء والرمل والأسماك الكبيرة والصغيرة والقروش والحيتان والشعاب المرجانية كلها تسبح بحمد الله وتقدسه فوجد يونس نفسه يسبح معها بمثل ما تنطق به لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وبقي النبي يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وأوحى الله تعالى إلى الحوت أن يحافظ على حياة نبيه الكريم فكان الحوت لا يأكل لحما ولا ينهش عظما فلا يموت النبي الكريم في بطن الحوت ثلاثة أيام وأنت في بطن يا نبي الله ثلاثة أيام لا آكل ولا أشرب وأصبر على الجوع والعطش حتى لو مت جوعا وتعبا المهم أن تحيا أنت يبدو أنها المهمة التي خلقت أنا لها وسأموت من أجلها وكما أوحى الله إلى الحوت أن يبقي يونس سليما في بطنه فقد أوحى إليه في اليوم الثالث أن يلفظه من بطنه إلى خارج البحر قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين استقر يونس هناك على الجزيرة الرملية التي تعيش فيها بذرة الشجرة المجهولة التي أوحى الله لها أنها ستكون شجرة مباركة يخلدها تاريخ البشرية الآن قد انتهت مهمتي وبدأت مهمتك أيتها الشجرة في ظلك الآن نبي من أنبياء الله كتب الله له النجاة من الغرق وربما يكتب له الشفاء أو العودة إلى قومه ليسعد بإيمانهم به وليواصل رسالته التي بعثه الله بها قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقبه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين على الجزيرة وتحت شجرة اليقطين تعاف سيدنا يونس عليه السلام بالتدريج مستفيدا من الشجرة في غذائها ودوائها عرف أن الله قد أنبتها خصوصا من أجله كما جعل الحوت من قبل يبتلعه لينجيه من الغرق وفهم أنه نجح في الابتلاء لما سبح في بطن الحوت لينجيه الله من الغم ولينجي كل من قال هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وبعد أن عرف أهل نينوى من ركاب السفينة أن النبي يونس عليه السلام قد ألقى بنفسه في البحر ومات عاد نبي الله يونس عليه السلام إلى نينوى وخرج جميع أهلها يرحبون بنبي الله المبارك ويحتفلون بعودته إلى مدينته وفرح النبي يونس عليه السلام بعد أن علم أن أهل نينوى قد آمنوا برسالته التي كلفه بها الله تعالى يا أهل نينوى هنيئا لكم بعودة نبيكم يونس بن ماتة يونس بن ماتة حيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين عشر جل من الأغنياء كان يملك حديقة رائعة تنتلئ بالزروع والثمار والفواكه والأشجار والورود بارك الله لك يا سيد حمدون في وليدك الجديد شكرا لك يا شيبون إني والله أحار في تسميته أنت سميت الكبير أسدا ليكون شجاعا وقويا وسميت الثاني جوادا ليكون كريما ومعطاء فأي الصفات تتمناها في وليدك الثالث آه أريد أن يكون متحملا صبورا في الشدائد فالعز لا يدوم إلا لصاحب العزة والأيام دول بارك الله في مالك وجنتك أقترح أن تسميه صخرة ليكون في شدة الصخر وصلابته تفضلوا تفضلوا بالهناء والشفاء تفضلوا أنت الذي تخدمنا بيدك يا سيد حمدون أنتم ضيوفي الكرام وخدمتكم واجبي كل ما يقطعه المنجل حق للفقراء وما تبقى من الحبوب يكون لنا هذا كثير يا سيدي إن المنجل يقطع ثلاثة أرباع الحبوب فكيف تتصدق بكل هذا؟ الفقراء كثيرون يا صديقي وهم أحوج منا بالطعام ولكن اعمل حسابا للغد إن لديك ثلاثة أولاد يحتاجون إلى تلك الثروة لقد ادخرت الله لأولاده وربع الحاصلات من الأرض يكفيهم وزيادة هل تظنهم يرضون عن هذا؟ إنها حديقتي وقد شقيت عمري في زرعتها حتى أصبحت جنة الله على الأرض نعم كل الناس يطلقون عليها اسم الجنة ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أقد كبرت وأصابني الوهن وأريد أن أفرح برؤية أولادكم قبل أن أموت أطال الله في عمرك يا أبي الأطفال مزعجون يحتاجون دائما إلى حلوى وملابس جديدة ويحتاجون إلى تلقي العلم وألواح وأقلام ويمرضون فجأة ويحتاجون إلى الطبيب والدواء كفاك سواد يا بني لم تكن طفلا مثلهم لا أتذكر أنا يا أبي أريد أن أتزوج وقد اخترت العروس من يا ترى سلمة ابنة صنعان أحسنت يا بني إنها فتاة طيبة ومن بيت كريم بيت كريم إنهم فقراء شاحذون لا إله إلا الله ألغينا يا بني من عند الله وحده لماذا لم تقم باستدعائي يا سيد حمدون بدلا من تعبك ألا تريد أن تستقبلنا في دارك يا رجل عظى الله إنها داركم لن أطيل عليك يا الصنعان لقد لقد جئت خاطبا خاطبا ابنتكم هذا أعظم من أن أصدقه لقد طلب صخر مني أن أخطب له سلمة صخر ماذا؟ ألا ترينني مناسبا لقدرك الرفيع؟ أنا معذرة يبدو أنه خجل العذارة سأناديها لقد آهنتها ألمحت لفقرها وسغرت من شأنها أمام أبيها أظنه لا يقصد يا أبي إنها ذلة لسان ويمكن الاعتذار عنها لم أقل شيئا هعتذر لمن لخدمنا لمن يشحدون من الطعام إننا فقراء يا ولدي وأنتم أصحاب فضل علينا استغفر الله استغفر الله يا أخي دعني أكمل يا سيد حمدون لقد عشنا سنين طويلة نأكل من خيركم ولا ننكره ولكن ربيت ابنتي على عزة النفس والكرامة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ماذا تفعل يا جواد أسبح الله يا أبي حتى تهدأ القلوب ويرحل عنها الغضب وحتى يشفيك الله لنا وننعم برضاك عنا إنني راض عنك يا جواد ولكنني غير راض عن أخويك أرجوك يا أبي سامحهما إن أسدا قد لام صخرا وعرفه خطأه وهو نادم أشد الندم هل تكذب علي يا ولدي؟ لا يا أبي إنما أقول ما أظنه قد حدث هذا لأنك تفكر بعقلك وقلبك أنت ولكنني أعرف أخواك أكثر منك أرجوك يا أبي أن ترتاح كما نصح الطبيب اسمعني اسمعني جيدا يا بني مهما اختلفت مع أخويك فلا تتفرقوا وكونوا كنوا جميعا يدا واحدة لا تتفرقوا يا بني لا تتفرقوا أشد ما آلمني رحيل صاحب السيد حمدون شكرا لك يا عمي شيبون إن السيد صنعان وبعض الإخوة يريدون تقديم العزاء السيد صنعان منذ مات منذ مات والشحاذون يقال عنهم سادة اذهب أنت نيابة عننا واقبل منهم العزاء أنا أكبركم وأعرفكم بالمصلحة على الأقل نقدم لهم الحليب والتمر وهل الحزين يأكل أو يشرب دع الكبير يتصرف يا جواد الأمر لكم التركان في حزني وألمي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أنظر يا صنعان إنهما أصحاب الجنة نعم أعرفهم جيدا لقد أثمرت الجنة في هذا الموسم أكثر من أي موسم آخر هذا رزق اليتام والمساكين إنهما صنعان وتعز كان أبي يحب إكرامهما رحمه الله رحمة واسعة لم يعد موجودا أليس من الواجب أن نناديهما؟ لا بالطبع سنذكرهم بالمرحوم ونستعيد الحزن سمعتهم يقولون إن جنتنا رزق للمساكين يا للطمع قبل أن نقطف الثمار يفكرون في نصيبهم إنهم ليسوا شركاءنا ليكون لهم نصيب كان أبي رحمة الله علي يعطي المساكين أولا هو وشأنه أما نحن فسنأخذ حقنا في الصباح قبل أن يصحوا أحد لكن لا مكان للكن سنأخذ الثمر كلها ولن يأكل منها فقير فلتقسم معنا على ما تويناه إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ بعد أن رحل الأب الطيب الذي كان يتصدق بأكثر ماله ويجعل كل ما تقطعه المناجل حقا للفقراء وريث الأبناء أباهم وصاروهم أصحاب الجنة الجنة أثمرت بسخاء عظيم هذه السنة لا بأس أشعر بالجوع الشديد هيا إلى القصر لنتناول الغداء ما رأيكم أن نأكل هنا في الهواء الطلق ربما يشاركنا بعض الجيران في الطعام جواد هل نسيت ما أقسمنا عليه نشارك المساكين إن وضعنا كسادة يمنعنا من الأكل في العراء من تسائر المزارعين هيا هيا لا تضيع الوقت في مجادلة فارغة لنذهب إلى قاعة الطعام ونطلب من الطهات أن يسرعوا بإعداد وليمة الغداء أن ينطلق أي الحصان الكسول كانت وصيتك يا أبي ألا نفترق فماذا أفعل الآن؟ آه متى نبدأ في جمع المحصول؟ غدا مع أول ضوء النهار قبل أن يستيقظ الشحاذون تقصد جيراننا؟ اسمع يا جواد لا نريد أن نعطي الفقراء شيئا حتى لا ينقص من مالنا شيء لكننا اعتدنا أن نتصدق في كل عام بشيء من الثمر والقمح لن يحدث هذا يكفي ما تصدقنا به في الأعوام السابقة أنا أتفق معك لكن هذا حرام حرام؟ إنه مالنا دعك من أفكار الحرام والحلال نحن الآن أغنياء لا شيء يهمنا كان أبي دائما يقول إن من يتصدق ببعض أمواله يبارك الله له فيما تبقى لقد حصلت البركة وانتهى الأمر ألم ترى الجنة وأشجارها تنحني من كثرة الثمار؟ جواد أنت أقسمت معنا وحراما أن تحنث بالقسم حسنا افعلوا ما ترونه صوابا الخادم حاول أن يمنعني من الدخول عليكم في قاعة الطعام وكأني غريب تفضل يا عمي شيبون بالهناء والشفاء لقد سبقتكم حان وقت الحصاد فمتى تبدأون في جني ثمار الحديقة؟ أظن هذا أمرا عائليا يعنينا نحن فقط أسد يقصد أن لا يزعجك بأعباء الحصاد كنت أريد أن أعاونكم فأنا أعرف المساكين المقعدين الذين كان والدكم رحمه الله يحرص على توصيل الصداقة لهم في بيوتهم شكرا لك عندما نحتاج إلى خدماتك سنرسل من يطلبك ألن نعطي صديق أبي شيئا من الحبوب والثمار؟ يغلق فمك أيها الخادم دل السيد شيبون على الطريق شكرا أعرف طريقي جيدا رحم الله أباك يا جواد لم أره في حياتي أرذل من هذا الرجل لا تتأثر يا أخي لقد أراد أن يستدر عواطفك بقوله رحم الله أباك يا جواد سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ما الذي يدهيشك هكذا؟ ألم ترى الهلال من قبل؟ من قال إنني مندهش إنما أسبح الله أذكرك أن لا تسهر طويلا لدينا عمل شاق في الصباح لا أستطيع النوم القلق يتملكني هل الثراء والخير يدعو للقلق؟ أخشى أن يعاقبنا الله بما نفعل إذا كنت ترى ذلك فنحن على استعداد لأن نأخذ نصيبك وننقذك من العقاب افعل ما تريانه صوابا حسنا سأذهب لأنام حتى أصح مبكرا سبحان الله العظيم اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتجاوز عن ذنوبنا سبحان الله العظيم ترجمة نانسي قنقerness هيا إنني متشويق لرؤية الثمار الطازجة والحبوب الوفيرة وأنا أكثر منك شوقا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم أين ذهبت جنتنا؟ هل ضللنا الطريقة إليها؟ كلا لم نضل الطريق بل حرمنا من الخير آه مات كل شيء هلك كل شيء أصبحت الجنة كالصريم صارت خرابا الويل الويل لنا ماذا حدث؟ قل كيف حدث ما حدث؟ كيف تموت الحيوانات والطير كلها في نفس الليلة؟ وكيف تتحول إلى عظاما بتلك السرعة؟ هل كانت عاصفة؟ كنا سمعنا صوتها ألم أقل لكم لو لا تسبحوا؟ لا توجد نبتة واحدة أو حيوان أو طير؟ لقد ضعنا بسببك أنا؟ كان الاقتراح اقتراحك أنت رفضت أن تعطي المساكين كنت أنفذ رغبتك لأنك أخي الأصغر وقد أوصاني أبي عليك بل أنا بل أنا الذي كنت أتبعك لأنك الأكبر ومن المفترض أن تكون أكثر حكمة أحذرك يا صخر أن تتمادى أرني ماذا ستفعل يا أسد؟ حرام عليكما ألا يكفينا ما نحن فيه من خراب؟ هل هذا وقت التلاوم؟ قل له هذا الولد هو المخصئ إن الجدال قادنا إلى الخصام وهذا ما كنت أخشاه وأحسب حسابه ماذا تقول؟ لقد اشتركنا جميعا في جريمة واحدة إن أحدنا قد فكر في الجريمة ولكننا جميعا اشتركنا فيها أنت في الحقيقة لم تشاركنا بل شاركتكما بالسكوت عن الخطأ وعدم الاعتراض دعونا الآن مما حدث ولنتأمل الدرس أي درس؟ لنسأل أنفسنا لماذا عاقبنا الله بالحرمان كانت غياننا هو السبب لنعترف بذلك إننا في الحقيقة ارتكبنا جريمتين لا جريمة واحدة كيف؟ الأولى أننا حرمنا المساكين من الصدقة الواجبة والثانية كنا نتصور أن العطاء من المال ينقص المال واكتشفنا الآن واكتشفنا أن البخل هو الذي يضيع المال لا الصدقة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أيها الخادم ماذا قلنا؟ معذرة نسيت أيها الأخ الخادم الطيب هل يمكن أن تحضر لنا طعام العشاء؟ أيها الخادم الطيب الجميل أرجوك أن تسرع فنحن نزدو رجوعا لقد أحضرته فعلا يا سيدي أين هو؟ إنني لا أراه إنه أمامك يا سيدي ما هذا المزاح؟ كيف تجرؤ؟ ماذا قلنا؟ ألا ترى أنه يسخر منا؟ معاذ الله لقد أحضرت لك كل ما في البيت من طعام هل تظننا دواجن لنأكل خبزا يابسا؟ هذا ما نأكله نحن كل يوم يا سيدي لا بأس أمرنا لله هل لديك المزيد من الخبز اليابس؟ لو كان هناك المزيد لقدمته يا سيدي في الحال انتظر يا أسد انتظر انترك لنا شيئا وقد بيعنا كل ما نملك الأثاث الخيول حتى منابيسنا الحريرية واستبعدنا كل الخدم ونوفر في النفقات قدر ما نستطيع سنظل على تلك الحال إلى أن نموت لا شيء يبقى على حاله يا أخي والأيام دول لقد عرفنا خطأنا وندمنا على ما فعلنا المهم الآن كيف نجد طعامنا كل يوم لا يا أسد ليس الطعام هو المهم الآن هو ما هو الشيء المهم في رأيك أن نخلص التوبة أن نعزم على عدم العودة إلى ما كنا عليه من طمع وبخل وأنانية هل تظن أن الله يقبل توبتنا؟ إن الله تعالى وعد بقبول التوبة إن كانت صادقة إن جريمتنا في الحقيقة أكبر من أن يغفرها الله لنا هذا ذنب جديد ترتكبه كيف؟ أن تعتقد أن جريمتك أكبر من عفو الله أو غفرانه إن رحمة الله وسعت كل شيء وبعد أن أدرك أصحاب الجنة خطأهم وتابوا إلى الله توبة نصوحة بدلهم الله أرضا خيرا من أرضهم فاشتهدوا في زراعتها أحضرت لكم البذور التي نحتاجها جئك في وقتك لقد أتممنا حرث الأرض الحمد لله الذي أعاننا بالجهد ويسر لنا شراء هذه الأرض سبحان الله العظيم هذه بشارة خير تفضل يا سيد شيبون أرجو أن تأكل من هذا اللح لقد أكلت يا بني أكثر من طاقتي بالهناء والشفاء تفضل يا جدتي هذا الصنف جيد لا يحتاج إلى العناء في المطر سأحمل عنك الإناء الكبير إنه ثقيل عليك يا زوجتي تأكدي أن النساء يأكلن جيدا سبحان من هذا عطاؤه وتلك نعمته اللهم أعنا على شكرك وذكرك واجعلنا من المقبولين سبحانك يا الله نزلت سورة الكهف قبل هجرة بعض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وفهم الصحابة حينها أن هذه السورة سوف تؤهلهم لما هو قادم من تضحيات الفرار بالإيمان لذا كان للسورة وقت نزولها دور في التأهيل لما هو قادم من عضائم وشدائد من هذه القصص التي تحكي عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم معتصمين بربهم إلى أن آواهم الله في كهف نسيب إليه فيما بعد إنهم أصحاب الكهف الذين فروا بالإيمان من الطغيان والضلال وشهدت بإيمانهم آيات القرآن الكريم ويروى أن هؤلاء الفتية كانوا يعيشون في بلدة بالأردن وكان أهلها يعبدون الأصنام ويشيدون لها المعابد ولا يرضون أن يمسها أحد بسوء ويعاقبون كل من يكفر بها ولا يعبدها في هذا المجتمع الذي ساد فيه الفساد والضلال ظهرت هذه المجموعة من الشباب قلة قليلة حكمت عقلها ورفضت السجود لغير خالقها الله الذي بيده مقاليد كل شيء فتية آمنوا بالله فثبتهم وزاد في هداهم وألهمهم طريق الرشاد أخذ دين التوحيد ينتشر تدريجيا بين الناس الأمر الذي أزعج حكام هذه البلاد ولم يطيق تراجع عبادة الأصنام أمام انتشار دين التوحيد فعمدوا إلى التصدي لأتباع هذا الدين وإذائهم وتعذيبهم ورغم وحشيتهم فقد فشلوا في الحيلولة دون انتشار هذا الدين الجديد أي آلهة غليظة تلك التي يعبدونها وترضى عن قتل الإنسان لأخيه الإنسان الإله الحق لا يرضى بالظلم والقتل كأن العالم قد أصيب بالعامة إلى متى سنظل صامتين على ما يحدث يا مكسيميليان؟ لا نملك إلا الصبر ولكن على أي الأحوال فإن مقامنا في هذه البلاد لن يطول ماذا يدور برأسك يا مكسيميليان؟ قريبا سأطلعك على ما أفكر فيه لقد ثبت الله هؤلاء الفتية وصبرهم ودلهم على الحق والحقيقة فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وليست هي الأوثان ولا الأصنام لقد قلنا إذا شططا لو قلنا بمثل ما يقول قومنا ولا بعدنا عن الصواب نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلهي خرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ولا تجعل لهم علينا سبيلا اللهم ربط على قلوبنا وهدنا سبيلا الرشاد أنت الله الواحد الأحد رب الأرباب وخالق كل ما في هذا الكون سيدي ماكس مليال اقترب اقترب يا أخي مليخة اعتذر أني قطعت عليك الصلاة لا عليك ما الذي تحمله معك؟ أحمل إليك بعض الحليب فأنا لا أملك غيره لزاك الله خيرا يا أخي سيحل الظلام يا سيدي ولابد أن أعود بأغنامي وأنا أيضا سعود إلى داري رعاك الله يا سيدي سيدي دقيانوس ماذا وراءك يا جوليوس؟ نبأ سيء يا سيدي ماذا هناك؟ لقد حطموا تماثيل الآلهة التي بالمعبد الكبير من تجرأ وفعل هذا؟ وإن كان حارس المعبد؟ قتلوا يا سيدي اللعنة ستحل علينا إن لم نجد هؤلاء الخوانة انصبوا المشانق والصلبان أشعلوا المحارق لقنوهم درسا لا ينسى أيها القائد أنطونيوس فلتخرج من بينهم البالغين من الرجال أنت وأنت وأنت من يريد منكم أن يبقى حيا فليدل على الخوانة نفذ الأمر الآن سمعا وطاع إن هذا المجنون يقوم بمذبحة في حق الشعب إنها أوامري انتقاما للآلهة التي تحطمت عجبا ولماذا لم تدافع هذه الآلهة عن نفسها؟ ماذا قلت الآن يا مارتنيوس؟ ما سمعته يا أبي إنك تردد كلام هؤلاء المارقين إنني أردد كلام العقل يا أبي أنتم تعبدون آلهة صماء لا تضر ولا تنفع إذن فأنت منهم ولا أستبعد أن تكون أنت وآخرون من اقتحم المعبد وقتل حراسة ليتني كنت معهم مارتنيوس سأتظاهر بأني لم أسمع شيئا ولكن تأكد أني لن أتورع عن فعل ما يتوجب علي تجاهك إذا تم كشف أمرك أنت وأمثالك لقد صدق جوليوس في ظنه يا ماكس مليان ها؟ ماذا تعني يا سيدي؟ وأي ظن؟ الخيانة من داخل القصر سيدي أرجو أن لا تصدق كل ما يقوله هذا المدعو جوليوس لقد انكشف الأمر أمام عيني ولا أستطيع أن أنكره ماذا تقصد يا سيدي؟ إنه ولدي مارتنيوس؟ ماذا به؟ لقد أعلنها أمامي بكل وقاحة أنه يتمرد على الآلهة بل ويزدريها سيدي إنه ما زال صغيرا والشباب في هذا السن إنه يتبع دين هؤلاء العبيد المارقين ولا أستبعد أن يكون له يد فيما حدث بالمعبد الكبير كانت فكرة بقائهم في المدينة وتعريض دينهم للخطر تبدو فكرة مستحيلة ومن ثم استقر عزمهم على الخروج من المدينة وكان إيمانهم بالله وحرصهم على عقيدة التوحيد أغلى من بقائهم في بيوتهم ومن كل متاع الحياة التي نشأوا فيها لقد كان مارتنيوس أكثر شجاعة منه لقد تهور أخي ولم يكترث بالعواقب كم أخشى عليه من بطشي أبي يبدو أنه قد حانت لحظة الحقيقة والمواجه تريث يا زوجي ولا تدفع أبي لأن يفعل ما لا يحمد عقباه وأنا لا أستطيع أن أفعل ما يخالف إيماني سيكون أبي ساعتها كالأسد الجريح ولن يتورع عن فعل أي شيء فلنرحل من هنا إذن اتركوني لماذا تأخذونني إنني أصنع تمثيل الآلهة وأبيعها دعوني أنا لم أفعل شيئا دعوني قيدوهم هيا إنهم مارقون ويتبعون هذا الدين الجديد لا تأخذنكم بهم رحمة هيا لا تتكاسلوا أسرعوا هيا أيها الكسالة تحركوا أراك قد أخطأت عندما كشفت حقيقة إيمانك أمام أبيك يا مارتينيوس لم أعد أكترث بأية عواقب لقد دقت ذرعا بما يحدث أريد أن أجاهر بإيماني أمام العالم أجمع إلى متى نكتم إيماننا أيها الرفاق؟ ألسنا على حق؟ بلى مهلا يا رفاق لا نريد أن ننزلق إلى أية حماقات فالعيون تترصدنا ولن يتورع ديكيانوس عن فعل أي شيء لو بقينا مع هؤلاء القوم فتنونا في ديننا وعذبونا نترك إذن هذه البلدة وما يعبدون وإلى أين نذهب؟ إن أرض الله واسعة وهذا ما استقر عليه عزمي أيضا ولكن علينا أن نكتم إيماننا حتى تحين اللحظة المناسبة للنجاة بديننا صمتا توقفا ماذا هناك؟ هناك من يراقبنا ويتسمع لما نقول من هذا؟ إنه الجاسوس الذي يطلقه جوليوس إنه يسير خلفنا في كل مكان هل سمع شيئا؟ سأتولى أمره وأخرس لسانه إلى الأبد إلهي ساعدني يا إلهي إن الحيرة تملأني لا أدري كيف أصنع لا أريد أن يسجد وجهي لغيرك يا إلهي ألهمني سبيل الرشاد إن الظالمين يتحكمون في كل شيء متى ستكسر شوكتهم وتدمر قدرتهم اللهم لا تحرمنا رحمتك وقف بجانبنا يا الله في هذه المحنة وجاء اليوم الموعود يوم الامتحان والابتداء والنعمة اليوم الذي يحتفل فيه هؤلاء الوثنيون بآلهتهم المزعومة ويكتشف الحضور غياب ماكسيميليان ورفاقة فيومي أوديقيانوس إلى جوليوس الذي يتحرك مع جنوده إلى خارج المعبد وجاءت اللحظة الفاصلة بعد أن عزموا على فراق الوطن والأهل فرارا إلى الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا خرج المؤمنون في جوف الليل يتقدمهم الراعي مليخة والكلب يسبقهم بمسافة لتأمين الطريق دخل الفتية إلى الكهف ليختبئوا فيه ويأووا إليه فقد كانوا في حاجة إلى مأوى يحميهم من الوحوش الكاسرة أو من أعدائهم فكان الحل هو الكهف لن نطيل البقاء أيها الرفاق نرحل من هنا قبل شروق الشمس أشعر بالضعب والنعاس وأنا أيضا لا أستطيع مقاومة النوم أقترح أن يبقى أحدنا مستيقظا كي لا يبغيتنا أحد اطمئن يا سيدي فكلبي سيقوم بهذه المهمة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشادا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا إن الله يلقي بالنوم على عباده للطمأنينة فألقى الله النوم على أصحاب الكهف فالنوم راحة للأجساد وطمأنينة للقلب لقد ألقى الله على الفتية هيبة فلا يراهم أحد إلا خاف وفزع منهم وهذا من فضل الله عليهم لحمايتهم من دخول أحد الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا مرت الأيام والسنون والفتية ما زال نائمين لم يستيقظوا وهنا تتجلى قدرة الله عز وجل حيث تطلع الشمس وتغيب وهم ما زالوا نيام يرعاهم الله بقدرته فيبقي أعينهم مفتوحة طوال تلك المدة لأنها إذا بقيت مغلقة تتأذى كما يقلبهم الله بقدرته حتى لا يصيب أرسادهم القرح والتآكل من طول مدة الاستلقاء والنوم وكانت الشمس كلما طلعت مالت عن الكهف باتجاه اليمين وعند غروبها تميل باتجاه الشمال حتى لا تتعرض أجسادهم لحرارة الشمس القوية وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا وربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومرت أجيال وأجيال ونسي الناس أمر الفتية النائمين في الكهف ومات الحاكم الطاغية وجاء بعده ملوك وتبدلت معالم المدينة تماما وتشاء قدرة الله تعالى أن يستيقظ الفتية من نومهم بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون استيقظوا استيقظوا أيها الرفاق قدمي تؤلمني بشدة ترى كم من الوقت مضى علينا ونحن نائمون لقد انصرم نصف الليل وأظن أن هذا هو الزمن الذي نمنا فيه أظن أننا نمنا أكثر من هذا ربما نمنا يوما بأكمله ولم نشعر بذلك نظرا لما حدث في الليلة الفائتة أشعر بالجوع الشديد حسنا من يحمل نقودا؟ أنا أنا أحمل قليلا من النقود ولكن من سيذهب لإحضار الطعام؟ إن وجوهنا معروفة وسينكشف أمرنا لو خرج أحد منا سأذهب أنا يا سيدي فإن أحدا لا يعرفني وأستطيع القيام بهذه المهمة حسنا تخير أفضل الطعام واحرص أن لا يتبعك أحد أثناء عودتك وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا تعجب الراعي عندما رأى المدينة وقد تغيرت معالمها فالبيوت غير البيوت وأناس لم يرهم من قبل رأى اختلافا كبيرا في شكلهم وملابسهم ومنازلهم وطرقاتهم يا إلهي لقد فقدت عقلي وغاب عني صوابي أين تماثيل الآلهة؟ وأين معابدهم؟ أين البائع؟ أريد طعاما بهذه الدراهم ما هذا؟ من أين لك بهذه الدراهم؟ من أين أنت يا هذا؟ هل أصبت كنزا من كنوز الأولين؟ أي كنزا يا هذا؟ أيها الناس أيها الناس لقد عثر هذا الرجل على كنز تعالوا لتروا هذه النقود التي معه تعالوا أيها الناس تجمع الناس حول الراعي المسكين وتدخل الجنود واقتادوه إلى الحاكم من أين أحمرت هذه النقود أيها الراعي الطيب؟ إنها من عهد الامبراطور إدريانوس هذه نقودنا يا سيدي لقد خرجنا بالأمس واختبأنا في الكهف فرارا بديننا من ديقيانيوس يا إلهي أتكونون أنتم أشراف هذه الأمة؟ الذين فروا بدينها من الطاغية منذ أكثر من ثلاثة قرون أين مقامك الآن أيها المباركون؟ نحن نختبئ في كهف غائر في الجبال القريبة سوف أذهب معك بنفسي هيا تقدم الحاكم الجميع حتى وصل إلى الكهف وهناك طلب الراعي دخوله وحده إلى الكهف حتى يخبر أصحابه بما جرى كي لا يخافوا ويجزعوا إذا رأوا مجموعة من الناس تدخل عليهم فدخل وأخبرهم بما حدث وبعد أن علموا وأيقنوا قدرة الله أماتهم الله حفاظا عليهم من التعظيم وفتن الدنيا بعد أن علم الناس قصتهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمان فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ترجمة نانسي قنقر